تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السرع الرسمية تمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 82 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145.5 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 709 قضايا من بينها 149 قضية خبز نقص الوزن و 121 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر